أعلنت وزارة التربية عن إيقاف العمل مؤقتا بجميع القطاعات التي كانت تعمل لإنجاز العاجل من الأمور وذلك لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دشنتها الوزارة فور تأكيد إصابة أحد الموظفين ببيروس كورونا المستجد وقالت وزارة التربية إن الإيقاف شمل جميع السيدوهات المنصة التعليمية التي كانت تقوم بتصوير الدروس التعليمية تمهيدا لإذاعتها في القريب العاجل كما قامت وبالتنسيق مع الفريق التطوعي التابع للإدارة العامة للدفاع المدني وحدة التعقيم وتطهير بالقوى البحرية التابعة لوزارة الدفاع بالعمل على تقيم مبنى الوزارة بالكامل بجميع مرافقه